الكلام عن حسام غالي معروف مادة قربي منه ومادة قربه مني ومادة قناعاتي الشديدة جدا جدا به لكن مفيش اي حوار انه يعود مديرها بالكرة في النادي لا من عند حسام ولا من عند النادي الاهل يعني مفيش محاديش تكلم محاديش قال خالص هذا الامر خالص هذا الامر لم يطرح لا من النادي ولا على حسام ولا من حسام ولا من اي حاجة هو عنده تجربة عايزها تنجح هو مصمم انها تنجح في الجونة وحسام كان مرشح انه بقعده اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكرة وهو اعتذر وعايز يكمل قصته وانا عارف تفكير حسام غالي في المستقبل العاملة زي فانا اللي بنفيلك وهو وهذا امر مؤكد يعني لم يحدث مطلقا اي اي حوار اه لحسام غالي لكن علاقة بينه من الكابت وحمد الخطيب ممتازة ممتازة جيدة جدا يعني فيش فيها فيش فيها افصال يعني فيش فيها كلام اللي اه يعني بعد رحيله وكان حصل هزة شوية ولكنه العلاقة عادت كما كانت وهم ابناء النادي ويعني بيحبوا كرة وناس محترمين وبالتالي الخلاف خد وقته وانتهى وجهت النظر وتم يعني من خلال الوقت انتهت الامور عشان بس بقى قصة واضحة بالنسبة لحضرات